الجائحة العالمية لفيروس كورونا كانت ولا تزال حديث الساعة منذ ظهورها في الصين إلى غاية اليوم الجزائر وعلى غرار مختلف دول العالم انتهجت سياسة لتسيير أزمة كورونا وذلك منذ الإعلان الرسمي عن أول إصابة بالجزائر بتاريخ الخامس والعشرين فيفري لرعية إيطالي لتليها خلال شهر مارس إصابات عائلية ليتحول مجرى الإصابات بالجزائر من حالات مستوردة إلى حالات مستوطنة أول قرار رسمي اتخذته الحكومة تمثل في تقديم العطلة الربيعية وتوقيف الرحلات الجوية والملاحية ثم تلاها قرار غلق المساجد وتسريح نصف الموظفين مع وقف جميع وسائل النقل في البلاد أنا ما انتبحت الدولة نحن انتبع المشاكل تلك الجزائر مدام فيه وفيات ومدام فيه انتشارة على الوباء ولو بحجم يعني متحكم فيه لا يحتاج نفتح كل شيء مع ارتفاع الإصابات في الوسط الطبي وشبه الطبي وزيادة الضغط على المستشفيات التزمت الدولة بتوفير جميع الإمكانيات للقطاع الصحي لحماية مستخدمية الصحة لجنة متابعة ورصد وباء كورونا التي تم تنصيبها في الحاد والعشرين من شهر مارس منحتها الحكومة جميع الصلاحيات لاقتراح القرارات الصحية وتجسدت أولى القرارات في اعتماد دواء الكلوروكين في بروتوكول العلاج سياسة الحج الصحي التي اتخذتها السلطات الجزائرية انطلقت بالحج الصحي التام على ولاية البوليدة والحج الجزئي على ولاية العاصمة لتشتد إجراءات الحج على باقي الولايات ومع ارتفاع الإصابات اتخذت الحكومة جملة من القرارات تمثلت في بقطاع التربية الاعتماد على معدلات الفصلين الأول والثاني وتأجيل امتحان شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط في قطاع الرياضة والثقافة توقيف جميع النشاطات والإبقاء على غلق مختلف المنشآت الرياضية والثقافية كما تم فرض الارتداء الإجباري للكمامة تناقص العدد الإجمالي للإصابات بكورونا ليصل إلى أدنى نسبة في الثامن والعشرين سبتمبر غير أن الأرقام ارتفعت لتتجاوز عتبة الألف ومائة إصابة في العشرين من نوفمبر ارتفاع الحالات الذي شهده العالم والجزائر والذي أطلق عليه تسمية الموجة الثانية من الجائحة استحبا بجملة من الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها حكومة جراد وزارة التربية اعتمدت نظام التفويج وفرضت احترام البروتوكول الصحي بالمدارس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أجلت الدخول الجامعي لغاية الخامس عشر من شهر ديسمبر وتم إقرار العودة إلى الحجر الصحي في عدد من الولايات كما خصصت وزارة الصحة جميع المصالح الاستشفائية للتكفل بحالات الإصابة بكورونا مع تدعيم القطاع الصحي بمعدات جديدة شهر ديسمبر شهد تراجعا في عدد الحالات رافقه إعادة فتح للمجال الجوي داخل الوطن ومع بدء استعمال اللقاح ضد كورونا في بعض الدول أكدت الحكومة الجزائرية استعدادها لتوفير اللقاح لجميع المواطنين تنتهي سنة 2020 مع تعليق الأمال على اللقاح ضد كورونا ليكون المفتاح الذي سيفك البلدان من أزمة الجائحة لعودة الحياة إلى مجرها الطبيعي مع الإبقاء على إجراءات الوقاية الصحية إلى أجل لم يحدد بعد تاريخه